وأنا بقول للناس اللي بتعترض عليه الشيخ الشعراوي أيقونة من أيقونات مصر فإن اختلفتم معه أو اتفقتم معه فلا بد من الحفاظ عليه صحيح وبطلوا غباوة يعني أنتم ده أيقونة من أيقونات مصر أنت مختلف معه ماشي مختلف معه يا سيدي ولكن حافظ عليه لأنه أيقونة ده هو ده القوة الناعمة لمصر أيقونات مصر الشيخ رفعت أيقونات مصر سعد الزغلول اللي بنقول عليه يعني سعد الزغلول أنا شخصين كده ما يعجبنيش لكن لازم أحافظ عليه هو أيقونة وركن راكين من القوى الناعمة المصرية من القوى الناعمة المصرية فلا بد من الحفاظ عليها انتماء للوطن وعملا بالوفاء وهو ده طرف الأمة يعني لكن من ناحية نحن نحن نحب الشيخ الشعراوي ودوب دوابان وسكر في الشاي اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مش عاجبه لكن أيقونة لابد من الحفاظ عليها